إذن أمطار رعدية معتبرة بكميات تتعدى 60 مم محلين إلى غاية منتصف نهار اليوم فيما يخص الولايات الشرقية إذن الاستراب الجوبي يبقى خاصة إن شاء الله خلال الساعة القليلة المقبلة السواحل الشرقية تحديدا وكانت قد أصدرت مصالح الأرصاد الجوبيا نشرية خاصة تفيد بتساقط أمطار كمياتها تتراوح بين 30 إلى 50 وقد تتعدى 60 مم محلين كانت بدأتها من منتصف نهار يوم الأمس وتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الأثنين تحديدا بكل من بجاية جيجلسكي كدع نابة طارف قلمة وولاية السقهرس كذلك هذه الأمطار أحيانا مرفوقة ببرد إن شاء الله وتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي أن التحسن في حارة التقس خلال النهار اليوم سيخص الولايات الوسطى تبقى الأمطار تتساقط على المناطق الشمالية الشرقية إن شاء الله خلال نهار اليوم وكذلك خلال يوم الغد بإذن الله وخلال يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون في تساقط بعض الأمطار على أغلب المناطق الداخلية لكن على فترات متقطعة والتوقعات طويلة المدى تشير على أنه إن شاء الله بداية من يوم الجمعة سيكون في قدوم استراب جوي يخص الولايات الجنوبية بأمطار أو بكمية أمطار جد معتبرة تتعدى ربعين ميلا متر محلين إن شاء الله فيما يخص كل من بشار بني عباس عين صفرة غردة يزلفان المنيعة إن صالح الوادي تقرد ولمغير كذلك بورقلة وأكيد أكثر تفاصيل ستكون في موعدنا الإخبارية اللاحقة فيما يخص مشاهدين توقعات درجات الحرارة إن شاء الله الدنيا وكذلك القصوى فكان فيه تراجع سجننا على أغلب المناطق الساحلية وخاصة الولايات الداخلية ستقارب سفر درجة خلال ليلة اليوم على كل من باتنا خنشلة قسنطينة وسطيف خاصة بما أنه كنا سجنا تساقط لبعض الثلوج على القمى خلال يوم الأمس وحتى يرتقب خلال النهار اليوم يكون في تساقط بعض الثلوج بإذن الله إذن سفر درجة بقسنطينة صغيف أم البواقي وبرج بوري ريج درجة واحدة فقط بيتبسة وخنشلة درجة واحدة فقط كذلك سنسجلها بين عامة وكذلك البيض عين الدفلة والجلفة ستصل إلى حوالي أربع درجات أما القصوى فنوعا ما تبقى مرتفعة فيما يخص الولايات الغربي داخلية لظاهرة اليوم ستصل إلى حوالي 28 درجة كعلى مقياس بشلف غليزان سيدي بالعباس مع اسكرة لمسان وهران عينتي موشن توامست غانم 18 درجة بالجزائر العاصمة حوالي 20 درجة بعنابة قلم الطارف والسقهراء ستصل إلى 17 درجة منخفضة بقسنطينة صغيف أم البواقي تيزي وزو البويرة لمدية عامة البيض ميلة وسعيدة ستصل خلال ظهيرة اليوم حوالي إن شاء الله بين 17 إلى 18 درجة الولايات الجنوبية أكيد كعلى مقياس ببرجباجي مختار إنجزام أدرار ستقارب في حدود 39 درجة كعلى مقياس بشار غردايا زلفان على الوادي ورقلة تقورت لمغير ولتجلال إليزي جونيت إنامينس وإن صالح ستتراوح إن شاء الله بين حوالي 20 إلى 32 درجة خلال ظهيرة اليوم بإذن الله مع تطاير بعض الزوابع الرملية على وسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري فيما يخص مشاهدين توقعت حالة البحر سيكون مضطرب على أغلب السواحل الوطنية الرياح ستقارب سرعتها إن شاء الله 40 إلى 50 كم في الساعة خاصة على السواحل الشرقية وخلال يوم الغد فيما يخص السواحل الغربية الرؤية متوسطة وعلو الأموات جيت روح إن شاء الله بين المتر إلى المترين على السواحل الوسطى والغربية وقد يصل إلى أربعة أمتار ونصف خلال ظهيرة اليوم على السواحل الشرقية بإذن الله إذن مشاهدين كانت هذه توقعات الوضايا الجوبيا المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك بلال جزيلا شكرا لك هنا